مجلس النواب استفاض السادة النواب فيها في النقاش حول مرسوم اتفاقية الاكتشاف النفطي والانتاج من قبل أعضاء المجلس إيمانا منهم بما يترتب على هذا المشروع الوطني المهم من مشاريع تنموية مهمة تنعكس على المواطن الكريم بشكل مباشر تم التصويت على مرسوم الاكتشاف النفطي وتم التصويت بإجماع أعضاء مجلس النواب وذلك لأهمية هذا المشروع والأهمية الاقتصادية والان يسبب رخاء للبلد كانت بعض المواضيع اللي هي السادة النواب في الجلسة السابقة كانوا متخوفين منها تم تأكيدها بعد اشتعموانا مع معالي الوزير كان يوم الخميس هي كانت مسكلة تدريب وتوظيف البحرينين وتم تأكيدها انها يخاضع لقواني مملكة البحرين راح يكون الخيار الاول اللي هو البحريني في العمل كان عندهم هواجس اللي هو بيئية من التنقيب راح يأثر على حياة البيئية راح يأثر على حياة البحرية راح يأثر على المياه الجوفية وأكدنا ان جميع مراحل التنقيب والاكتشاف راح تتم تحت اشراف المجلس العلى للبيئة مع وجود شركة استشارية معاها اليوم تم تمرير المرسوم الاستكشاف بين مغانسة الوطنية لنفط القاز مع شركة ايني الايطالية وباذن الله يبتدون العمل ان شاء الله في اسرع وقت ممكن وتم تمريره بشكل عاجل للاسرع في هذا الموضوع وهي اللي بيخدمنا ايضا في عملية التوازل المالي بيخدمنا في تحقيق ايضا هداف برنامج الحكومة من ناحية تعزيز اقتصاد البحرين وباذن الله الخير ياجي ان شاء الله تعددت الاراء بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة في المملكة التي ناقشها السادة النواب بمقترحات جديدة تتعلق بالنسبة هذه الزيادة والفترات التي يمكن للمدارس الخاصة زيادة الرسوم فيها وكان هناك مشروع قانون يبين على اساس ان ما تطلق قيادة المدارس الخاصة لان كثير من المواطنين يشتكون زيادة الرسوم المدارس الخاصة اليوم احنا حطنا نقييدة على هذا الامر وافق عليها المجلس بحيث تكون على مدة ثلاث سنوات وما تزيد عن ثلاثة في المائة في التصحيح لحصة في الجلسة وهذه حقيقة يصب في صالح المواطنين لان المواطن اليوم يعني يحتاج وقفه بمجلس النواب بمثلين الشعب المدارس الخاصة بقانونها النافذ الحالي انها بزيادة تصير بشكل سنوي بخمسة في المائة جاهد القانون لتعديل هذه المادة ثلاث سنوات كأقل مدة زمنية هذا قيد واحد القيد الثاني جاء لتحديد نسبة الزيادة وهو خمسة في المائة قلناه ثلاثة في المائة القيد الثالث وهو اعطاء المساحة هذه الى وزارة التربية والتعليم في موضوع قبول الزيادة في اطار تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين ناقش المجلس الخدمات الاسكانية المتنوعة والمتعددة التي تقوم عليها وزارة الاسكان وتقدم في الجلسة احد السادة النواب بسؤال برلماني لسعادة وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر تقدمت بسؤال برلماني لسعادة وزير الاسكان عن قيمة الفوائد التي استقطحها من المواطن البحريني والتي تتجاوز بين بين عشر تلاف لخمست عشر ألف على اختلاف الوحدات والمناطق وكان رد الوزير ان هناك في مرسوم بقانون لسنة ستة وسبعين يعطي الوزير الصلاحيات تأجير المساكن تنوع كبير في الملفات زخرت به مداخلات اعضاء مجلس النواب ركز على مجالات الخدمات الحكومية وسبل تطويرها بما يخدم المواطن الكريم وفق تطلعات الحكومة الموقرة وبرلمجها في مختلف المجالات الاستعجال في الموافقة على اتفاقية الاستكشاف والانتاج جاء في إطار الوعي بأهمية تطوير القطاع النفطي بالمملكة وما ينتج عنه من سياسات تنموية شاملة تعود بنفعها على حياة المواطن الكريم في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر